اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رب كل واحد فينا اخطأ في حق احد ان يغفر له وانه يرجع نفسه ويعضي شهر رمضان يبقى انسان احسن مما دخل شهر رمضان نتمنى الخير لمصرنا الغالية باذن الله تعالى وهذه الحلقة تلك ابرز عنوينها مقالي وما قاله من امن العقاب اساء الادب الغربال وغدا الشوط الثاني وبعظمت لسانه علامة تعجب اطول من برج القاهرة والشموع الحمراء عن النبيل اسماعيل داود وفي اسرار الملك سلوك يعيش دائما لكن مجلتنا هي اليوم ومن اربعين سنة دا محتوى حلقة النهاردة لكن خلينا بداية ننعي الى جماهير الناد الاهلي الى جماهير الوطن كله الى كل محب الكلمة والحق والقانون والادب والفكر رحيل قيمة كبيرة تمثل كل هذه القيم مع بعض المفكر ونقيب المحامين الأستاذ رجاء عطية تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته لقي ربه واقفا كان يدافع عن زملائه المحامين في محكمة الجيزة بشموندس يعني شاء الله كما نتمنى جميعا أن ننهي حياتنا ونحن نعمل ونحن في رحاب القانون دي قيمة أكبر أي فواحد بقيمة وقدر الله رحمه الأستاذ رجاء عطية يعني وإن كنا يعني نأسى ونأسف لهذه الوفاة وسوف نفتقد لأنها ميتة يستحق كما نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسه القامة الوطنية والفقيه القانوني الكبير الأستاذ رجاء عطية نقيب المحامين دعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بخالص التعازي والمواساه لأسرة الفقيد وزويه ومحبيه إن لله وإن إليه راجعون الحياة الأستاذ رجاء عطية أعتقد كلكم تابعته ارتباطه بالنادي الآلي اطلع بملفات كتيرة مهمة لعل كان أبرزها مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي كان كلفه بملف قضية شهداء الأهلي في مجزرة بور سعيد دافع وكتب مذكرة دفاعا عن هؤلاء أو أرواح هؤلاء الأبرار الأطهار متطوعا اقترب من مجلس الإدارة جدا حتى في مجلس المهندس محمود طاهر كانوا مطلعا أيضا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي وظل وثيق الصلة بالنادي الأهلي وقياداته هو يعني من أعضاء النادي الأهلي القدامة أي المحسوبين على حديقة النادي الأهلي أي يعني تدر تقول رضع من حديقة النادي أي شأن كثير منها أي الدليل على هذا أنه كان عدوا بارزا في فريق الشمس لكرة القدم أي هذا الفريق اللي علم مصر كلها يعني التزام أيام هذه اللقاءات الكروية الله رحمه أنيس عطية برضو كانت مهرجانا يحرص عليه كل رموض النادي الأهلي وقدامة لاعبوه وقدامة أعضاؤه ويلتزموا بالقانون الظالم بتاع أه الأستاذ أنيس عطية أي اللي كان صفارته ملاش علاقة بالقانون ولكن ليه علاقة بما يريده أي الأستاذ أنيس عطية واللي كان لما يخسر يقول لك اللعب على آخر جون وهو طبعا اللي كان بيجيب الجون أي طيب الراحل الكبير من موليد شبين الكوم عام 38 حصل على لسانس الحقوم من جامعة القاهرة عام 59 بدأ المحاماة في نفس العام تم قيده بمحكمة النقد محامي في النقد في عام 78 حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 61 عمل بالمحاماة من عام أو بالقضاء العسكري في وظائفه المختلفة وبالمحاكم العسكرية وعمل بالمحاماة مرة أخرى من 76 وانتخب في الدورة الأخيرة نقيبا للمحامين الحياة كان الفقيد الكبير له اهتمامات ثقافية وفكرية يعد واحد من المفكرين العظام كتب برامج للإزاعة من أوائل الستينات الحياة كان له برنامج في بداية الستينات من هدي القرآن ومن التراث العربي وفي مثل هذا اليوم والموسوعة الإسلامية وأضواء على الفكر العربي ومعركة المصير كلها كانت إسهامات فكرية كبيرة كتب أيضا رجاء يعطيها عددا من السينيوريهات للأعمال الدرامية اللي قدمت في التلفزيون زي قصة رجل المال للأستاذ توفيه الحكيم وقصة امرأة مسكينة للأستاذ يحيح حقا أيضا كان له كتابات للإزاعة المصرية والعربية وكان واحد من رواد الفكر العربي والإسلامي كان له اهتمامات كبيرة بالفكر والتاريخ الإسلامي أثر الصحف المصرية المختلفة سواء الشروق أو الوفد أو الأخبار اليوم أو كل الصحف التي سعت إليه كان يثريها الحقيقة بكتاباته في الفكر العربي والإسلامي وأيضا الإبداع الأدبي والدرامي الكبير شوفوا الشخصية ثرية جدا أي وأنت أحسن توصفه المفكر والقانوني المخضرم والأديب أي بتلخص سمات هذه الشخصية أي وخد كل هذه المجالات ووصل إلى أرفع يعني درجاتها أي رحمة الله عليه يعني بإذن الله هيسيب فراغ بإذن الله يشغله ومن يستحقه الحقيقة يعني رحيله يمثل الفقد الكبير والعظيم لأنه حتى وهو متوجه للمحكمة آخر حاجة كتبها على الحساب وعلى الفيسبوك دعاء ختمه بأللهم أطعمنا من خضر الجنة كان آخر حاجة كتبها آخر جملة دعا بها بعد نصف ساعة كان في المحكمة داخل المحكمة رايح يلقاه علشان يلبسوا الروب ويدافع عن زملائه المحامين كان عندهم مشكلة مع أحد السادة المستشارين فرايح يدافع بنفسه كنقيب للمحامين وكأنه أيضا بيرسي مبدأ وبيعلم قيمة لكل أبنائه المحامين في وحدة الصف للمحاما في الدفاع عن المهنة في الدفاع عن الزملاء فرايح بنفسه وهو في هذا العمر وأيضا في هذه القيمة وانت بتتكلم على نقيب محامين مصر فينزل من نفسه عشان يروح المحكمة عشان يدافع عن زميله فتفيد روحه الطاهرة إلى بأرها في نفس اللحظة تغمد الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ولأسرته والمحبيه ولزويه وأيضا لأبنائه وزملائه المحامين كل الدعاء بالصبر والسلوان النهاردة مجلس إدارة النادي الآلي كان عنده ابتماع أصدر عددا من القرارات التنظيمية للعمل داخل النادي خلال الجلسة استعرض المجلس الزيارة اللي أم بها كابتو محمود الخطيب رئيس النادي إلى معالي الأستاذ الدكتورة عاصم الجزار وزير الإسكان وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى معالي الوزير بعد اعتماده إضافة بعض الإنشاءات المهمة لمشروع الأهلي في الشيخ زايد منها إضافة مسجد وحمام سباحة جديدين إلى المخطط العام للإنشاءات في فرع الأهلي بالشيخ زايد تم التصديق أيضا خلال الجلسة على توصيات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابقين مع اعتماد التصور المقدم من لجنة شؤون العاملين فيما يتعلق بهيكلة الجهاز الوظيفي الخاص بفرع النادي في التجمع الخامس المجلس أيضا أصدر بعض القرارات في التعينات بالنسبة لمدير النادي وفروعه قرر مجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرا لفرع النادي الجديد في التجمع الخامس قرر تعيين العميد محمود حزين مديرا لفرع النادي بمدينة نصر وقائما بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع خالفا للواء أحمد النحاس اللي راح التجمع قرر كذلك المجلس تجديد الثقة في السيدين خالد مرسي مديرا لمقر النادي بالجزيرة واللواء خالد عبد الرحمن مديرا لفرع النادي بالشيخ زايد وقرر المجلس تكليف عمر ممدوح قائما بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر واعتبر المجلس الجلسة ممتدة نظرا لتوجه الكابتن محمود الخطيب وعضاء المجلس لتقديم واجب العزاء في المغفور له بإذن الله الأستاذ رجائي عطية ده يمكن أبرز القرارات اللي اتخذت في هذا الاجتماع يعني مما يشي بأنه خلاص التجمع على وشك ايه اتعيله مديري النهاردة اعتمد جهازه الوظيفي سنعرف من سيشغل هذه الوظائف وكده النادي زوله عند عرانوي على ممر الانطلاق طيب ده بالنسبة للشأن الإداري والتنظيمي لكن في الشأن الكروي بقى الأهل بيواصل لاستعداداته مبارح استأنف الفريق تدريباته النهاردة قد المران التاني له صباحا مستر بيتسو موسماني المدير الفني اجتمع مع الفريق اثناء او في بداية المران في اطار خطة جادة جدا وقوية لتجهيز الفريق لمباراة الهلال السوداني اللي هتكون بإذن الله مسائل الأحد القادم أمن مدير الفني بالتوزيع وتوجيه بعض التعليمات الفنية وإطمأن على حالة اللاعبين اللي شاركوا كلهم يمكن المتاحين رجع محمد هاني شارك في التدريبات بقوة برستاو موجود في التمرين بقوة صراح محسن أيضا بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والدكتور أحمد أبو عبلا أكد أن الأشعة اللي جريت لللاعب جاءت مطمئنة للغاية وأشار إلى أنه صراح محسن بيبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من هذا البرنامج كابتن سالعب حفيز مدير الكورة أيضا أكد أنه مطمئن في خبر ما عرفش أنت مأجل ولا تفضل خبر يعني هو مهم للأعضاء تفضل ده نقلا عن المهات سامح علي كامل أي مشهور الهندسي أي أن يتم افتتاح ملاعب البادل تنس ودي لعبة يعني كنا بنلعبها من ستنات أي هي زي التنس بس في ملاعب أصغر كتير ومضارب راكت أي وتم تطورها بعد كده أني بقالها زي ايه تحاد دولي ويتعمل لها ملاعب ومواصفات متطورة ألبت بجد ألبت بجد أه ف يفتتحوا ملاعب هوا افتتحوا الملاعب في مدينة ناصر وسامح بيقول ملاعب البادل تم استرادها من أسبانيا وفقا لأفضل مواصفات إن هي دمج ومش تنس بقى لوحديها أكناها سكواش برضو عملوها في قفص زجاجي كده أو بتاع أنك ممكن ترد الكورة من الحيطة وتلعبها أنت كمان فمزجوا اللعبتين مع بعض بقى اسمها البادل لعبة شائقة جدا طيب وكمان مجلس الإدارة بعد ما افتتح البادل المهندس سعد لي أشار لكم لتصريح المهندس سامح الملاعب كامل دي الملاعب بقى ملاعب البادل اللي تم افتتاحه وده التوسع في خدمة أعضاء النادي الحقيقة في الشأن الرياضي كمان يعني الحياة في فرع مدينة ناصر ما شاء الله بقى سواء ما يتعلق بكل المطاعم الفود كورت الجاراج كل حتى الملاعب الجديدة بيحظى بها هذا الفرع نظرا طبعا المساحة تسمح والمخطط الهندس بتاعه يسمح بكده عايز تروح تلعب يعني أعضاء المجلس الدارة بيلعبها بس الغزاوي عايز يخسله مثلا 30 كيلو عشان يقدر يجري زميله بسم غالي لكن لعبة جميلة يعني احنا كنا منلعبها كنا منستمتع جدا طبعا هي تطورت هتوبقى أسرع لأن وراك حيطة زجاجية بتردلك الكورة وهو انت بكامل وتلعب بس لعبة ممتعة جدا التينس المغلق طيب قلتلكم كابتن سالعب حفيز بيأكد أنه حالة محمد عبد منعم مطمئنة وبكرة هيخضع للفحص أو اختبار طبي عشان يتشاف مدى قدرته على الالتحام والاحتكاك ويدخل في التدريبات إن شاء الله عشان يكون مع زميله جاهز لمباراة الهلال بإذن الله إن شاء الله وبسواق كده بس طبعا يعني نتمنى أنه هو لا يغامر يعني طيب التدريبات البدنية كانت تحت إشراف كابيلو مدير أو مسؤول الإعداد البدني المصر اليوم بتتحدث عن أن السنبا التنزاني بيعرض استعادة ميكسوني من الآله وبتقول أن الخطيب ولجنة الكورة اجتمعان بموسيماني بحث تدعيم الفريق بثلاث صفقات سوبر ومتولي يقترب من العودة شباب اليد بيفوز على المرتبط ده فريق الشباب موليد الفين واثنين فاز على الزمالك في دور المرتبط وأثنى الجهاز الفني للفريق على أداء اللعبين في هذه المباراة أنا أعلق هنا أنك لو تبعت نشيئي اليد والطيرة والسلة هتجي التفاوض صاحق للنادي الآله طب إيه اللي بيحصل اللي بيحصل التدخلات بالنسبة للفريق الأول اللي شفناها تدخلات فجة في الاتحادات وأنا عايز أن أتبه لأن فيه اتحاد بيتسحب تحت الرادار كده وفيه اسم محدد ها حب أقوله وقت اللزوم بيخط التخطيط لدرجة أن فيه لعيبة سمحة لأول مرة أنها تلعب لمدة شهر في نهايات البطولات في الكرة الطائرة شهر ده كان بيحصل في البطولات المجمعة الإقليمية لكن فتحوها وسمحوا باتنين لعيبة وللأسف الشديد أكتر من نادي جاب لعيبة وعشان يتسجلوا لنادي معين فوتوا للنادي التاني الله الله بدون بدون وصول السرتيفكات الدولية عشان يلحاوا يلعبوا في التصفيات اللي فاتت دي في الطائرة الطائرة العجي راجع يراجع المطشات اللي تلعبت مبارح وأول مبارح وأطرافها والمحترفين اللي فيها وكيفية تسجيلهم ده كلام خطير كلام خطير اللي كان بيحصل في كورة الياد انتقل إلى الكرة الطائرة الآن أنا بكرة فيه مطش هتشوف فيه الأجانب اللي سمح بضمهم لأحد الأندية هتشوفهم قدام النادي الآلي بكرة وحتعرف تسجله ازاي يريد الناس تعرف ده كلام خطير جدا رجاء التنبه ليه طيب هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف كيف من أمن العقاب أساء الأدب أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهل الطلامة الأهل عنده كل هذا التركيز مع كل الألعاب الرياضية والأبطال عشان يفضل هو المفرخة الحقيقية للرياضة المصرية في كل الألعاب اللي بيمارسها النادي النهاردة يمكن منذ قليل فاز فريق بنات الكرة الطائرة الفريق الزهب الحقيقة صاحب الأرقام القياسية الكبيرة فاز على ودي دجلة 3-0 وصعد لنهائي دوري السيدات كانت نتائج الأشواط عشان تشوفوا التفوق 25-7 و25-7 و25-7 و25-21 كان ودي دجلة ند قوي والأهل عنده تفوق في الثلاث أشواط الأهل ينتظر الفايز من سبورتنج والصيد المباراة اللي بتتلعب دلوقتي الكسبان منهم هيلعب الآلي في نهائي الدوري ربنا وفق الكرة الطائرة مشى كواس قوي وإن كان يعني لقاء الآلي وزمالك في الأولاد نظر الكلام اللي أنا قلته حيلقى منافسة يعني قوية لكن نتمنى طبعا مع التركيز وعدم الاستهانة بالمبران النادي الآلي بأن لك العدافوز طيب ده كان أبرز اللي تلعب النهاردة لكن تبقى ضربة البداية المهمة معاكم في مقالي ومقاله من أمن العقاب أساء الأدب والحقيقة من أمن العقاب في الساحة الرياضية كتير جدا عشان كده لا غرابة ولا عجب أبدا في أي انفلتات تحصل لأنه في النهاية الناس أمنت العقاب فكرة العقاب كردع تراها إزاي محوظ كردع أي العقاب مش لأنك تؤلم اللي قدامك العقاب تخليه فكر في الألم فما يعملش الخطأ فتمنع غيره من ارتكاب لأنه منتهى الظلم منتهى الظلم أن أنت يساء لك وأنت مغلول اليد مش عارف تروح لمين ويساء لك وأنت عارف أنك لو أساءت للي أساء لك أنت حتحسب وهو لا فيظن البعض أن التمتع بالحصنات سيبقى إلى الأبد فالتمادي كان عجيب جدا فأنت بتلجأ بتلجأ ليقولي الأمر المسؤولين عن الاندية على الهيئات على الاتحادات ولا تلقى صدر لحد ما يصل الإساءات تنزل من فوق ما هو إذا كان عارف ضارب ضف ضارب فشي ما تقل للبيت الرقصي إذا كان كده بيشتم فلازم الولاء والانتماء أن تكون شتام وأنت كلاعب أو إداري وترمي بيضك وتزايد فشفنا لعبة بتتجاوز في حقها عندية وزمائلهم دون حساب للأسف دون حساب فأصبح لا ملاذ لا ملاذ لمن يسأله وهشعر بالإهانة والظلم والتجريح والإساءة والتشهير إلا أن يلجأ إلى القضاء هو الملاذ الأخير لأي مظلوم طيب يعني ده موجود في كله بقى أنت بتتكلم على كل الأطراف الإداريين والفنيين والعبين أما أنت ما بتحسبش عايش معنا ده اللي حتحسب فابتدى يبقى نهج ابتدى يبقى ثقافة ابتدى اعمل اللي أنت عايزه بعدين حلال حلال فلما تفاجأ بقى أن بعد ما يترفع الغطاء تتكشف اللي فالسلوكات تفضل زي ما هي لا وإنك تستغيث هي أنت بقى من الملاحقات تبتدى تقول الله ايه وانا كل يوم ما أنت أسأت لكل دول فالفكرة هي كده وأصبح الناس وبالمناسبة هل من اللائق التجرؤ على ولا أنت عندك فقرة موضوع الحكام القضائية عندنا فقرة مهمة لكن يا جماعة فكرة تجاهل الحساب بقت ثقافة شائعة الناس كتيرة تغلط وترتكب أخطاء تصدر أن مات سلوك معينة وتشيع الفوضى في الوسط الرياضي ولا أحد يحاسب الناس مستغترة بالحقوق دلوقتي ولما تيجي تلاقي أي سلوك في نوع من البلطاجة والفوضى والتجاوز الناس تبدأ تندهش بس الدهشة ما بتستمرش لحظات والحركة تمشي والناس فعلا شافت أن استمرأت ده لأنه فعلا أمنوا العقاب محدش بيحاسب على الغلط وأخطاء حقيقية فجأة وما بتشوفوش حواليك هذا التجاهل للردع ما بتشوفوش حواليك هذا التمادي في الإساءة أطبعنا فرجة الناس ما تتسلى بينا برا بالضبط بالضبط لو تشوفوا الصورة برا عاملة ازاي تزعلوا لأنه يا جماعة احنا احنا يعني الكرة المصرية والرياضة المصرية والتمع الرياضي انت حامل قيم انت المنتج للكتير من القيم الرياضية انت دولة راحة الأولمبياد وراحة الكاس العالم وراحة كل المحافل للرياضات الدولية قبل ما الناس كده تنتبه للحياة نفسها الأكثر من كل ده ماذا تعتقد أن الناشئ حيتأسب مين هيتطلع في ظل أي ثقافة صحيح هيكبر يعني مين كبيره كيف تطلب منه الالتزام والانضباط وما تصربش بطريقة خاطئة وهو لم يحاسب قلت النهاردة وإحنا داخلين أنا مش هذكر الكلام ده بتقولي فلاني الفلاني مش عارف مين من الجماهير قال له ايه رد عليه لأنه لما غلت قبل كده في الكتش بتاعه ما حدش حاسبه هيفرم معاه جماهير سواء جماهير أو جماهير المنافس أبدا ما عارف إنه مش هتحاسب صحيح أرماط كتيرة وأشكال كتيرة للأسف في اتجاه الناس اللي استمرأت الخطأ والناس اللي استسهلت التجاوزات والناس اللي بترتاكب كل الفواحش مظهر منها ومطن ولا أحد يحاسب عندي معلومة بالنسبة للضرامة الرمضانية في حرص شديد على عدم تصدير أي مشار سلبية سواء عنف أو تجاوز بالألفاظ أو إحاءات في هذه المسلسلات لأنك كنا خلاص خلقنا مناخ في كل المعاني اللي أنت بتقولها دي فإذا كانت الدولة بهذا الحرص يا جماعة يقول الأمر كل في موقعه ساعدوا الناس تطلع يعني طيب الأعراقي صحيح هو شعر ما أنت ما تقولين البيت يا عم على بعض عشان ما غلطش أنا ولا سايبني كده إذا أحببت أحببت شعبا طيب الأعراقي لا يعني إذا أحسنت لا إنك إذا أحسنت تنشئة الأم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي يعني وعدين معك أبراهيم عشان بس دي كان بتاعت نسبوع اللي فات كان عيد الأم معلش بس أنا بقول لك الأم مدرسة الأم الأم في بيتها والأم في المدرسة لكن الأم هنا هي السلطة اللي بتقود الرأي العام اللي هو الإعلام اللي هو المؤسسات التي تحاسب وترضع إحنا عايزين شعب طيب الأعراقي إحنا كده المصرين تل عمرنا إحنا كنا اللي عايز يعمل حاجة يقول لك تباسأل فلاني فلاني المصري ده اللي ما يعرفش يكذب إحنا يعني نتمنى أن نصدر هذه الصورة الزهنية عننا مرة أخرى وأنا تفقلت بحشوف الدراما التزمت بهذا كلام اللي لأ في خلال شهر رمضان وإذا كان هناك التزام بهذه المعايير حولك خلاص اتطمن نتمنى بإذن الله ده كان تعريجنا على أماط أساءت كثيرا وتمادت في الخطأ لأنها أمنت العقاب لكن يبقى هناك الكلام الكثير المهم بي بعضمة لسانه وعلامة تعجب أطول من برج القاهرة دي حقيقة اللي حصل مبارح يستحق بصوا برج القاهرة طول قد إيه حطوا جنب منه هو الأستاذ عمراء دي بحط جنب منه علامة تعجب إحنا بدورنا هنا بنحط جنب منه علامة استفهام أكبر من البرج بجد اللي حصل مبارح يستحق يكون بين البرج وعلامة التعجب بتاعة عمراء دي بعلامة استفهام كبيرة علامة استفهام وجرس انذار وكلام كتير مهم جدا لأنه فجأة كان نارف الهاشيم انتشر بين المواقع خبر عاجل المحكمة الاقتصادية تقرر أو تقضي ببراءة مرتضى منصور من سب وقذف الكابتن محمود الخطيب والنص زي ما تشفتوه انتشر بين المواقع بالنص الحرفي لدرجة أنه حتى في بعض أخطاء الصياغة تكررت في كل المواقع كله خدوا زي ما هو بالضبط كله خدوا زي ما هو الحقيقة كانت المسألة غريبة لأنه كان بادئ الخبر بأنه قضت قضت المحكمة الاقتصادية في جلساتها اليوم الأحد وهنا لما تقول اليوم الأحد في العرف الصحفي انت حددت أنه ده حصل النهاردة ده بتاع النهاردة طيب لما تبقى للمحكمة انعقدت ولا كان في جلسة ولا القضية متحددة لها النهاردة ولا الموضوع موجود يبقى اللي حصل ده ايه بجد بقى اللي حصل ده ايه ممكن نسألك كلمة ما هي ما هو معنى كلمة تدليس ايه المعنى الحرف الكلمة التدليس انت بتفكر ليه قولي اللي حصل ده شو ده التدليس ده التدليس والتلبيس والتهييس ده التدليس والتفليس وكل حاجة من إبليس انت بتخترع ما هو غير موجود وطول عكس الحقيقة القضية مش متحدد لها هذا الموعد والنطق فيها فيش قضية لكن طبعا فيه غرض من تسريب هذا المعنى والأسف الشديد إعلاميين وقعوا فيه ومنهم أعلامي شهير أنا مش هذكر إلا ما أتأكد يعني أنا طلع واعتبرها يعني صدق وصارع بالنقل يعني الحقيقة هو أن تذكر ما لا يحدث هو تدليس وأن يمتد الأمر إلى ساحات المحاكم فده نوع من التبليس بقى احنا كده بنمارس عمل شيطاني شيطاني بكل المعنى طيب الأخوة في المواقع ولا أستثني منهم أحدا لأنه كله مشي وقر بعضه وكله خاد من بعضه وإحنا بنتكلم على مواقع يا جماعة بتمثل الواجهة الإعلامية للصحافة الإلكترونية في مصر لما أتكلم على اليوم السابع وأتكلم على الشروع وأتكلم على صادة البلد وأتكلم على بوابط الأهرام وأتكلم على حاجات كبيرة أوي لا بعد ذنكو ده اللي بيحصل غير طبيعي بالمرة غير طبيعي بالمرة لإيه؟ لأنه هنا فيه تجرق على ساحات المحاكم فيه نشر الحاجة ما حصلتش حد هيقول لي كان فيه حكم مبدئيا هذا الرقم بهذه الدعوة كان صدر فيه حكم بالبراءة في 26-12 26-12 والتاني يوم النيابة العامة استخدمت حقها القانوني في الطعن على هذا الحكم فراح محكمة مستقنى في المحكمة الاقتصادية عشان يبدأ من جديد فمبدئيا حتى الحكم البراءة اللي يمكن الاستناد على حاجة قديمة صدرت في 26-12 ده تم إيقافه بموجب طعن النيابة العامة أو استقنافها فبالتالي الجلسة بتاعة امبارح دي مش موجودة مش موجودة إلا في خيال اللي كتب هذا النص ومرره للاعلام أو للمواقع عن عمد وأخدته إيه سبب إيه هدفه دي علامة التعجب بتاعة عمر أديب وجنبها يمين البرج علامة استفهام مننا لأن الأمر مش صحة أبدا ويحمل علامة استفهام كبيرة قوي إنما الأخطر أنا ممكن ألاقي بحكم حتى خبرة الصحفية المحدودة ممكن أفهم إنه المواقع استسهلت سلام على توضعك لا والله خبرة الصحفية المحدودة لا اللي هي 35 سنة بس ماشي بس اللي هي يعني يا جماعة هل المواقع ممكن تستسهل وكل ياخد بس إحنا تعلمنا وتعودنا إن التلفزيون الوطني لا ينطق عن الفوضى نشرة الأخبار نص تقريبا فيه قدر من الرصانة والمسئولية ترقى إلى مش عايزة أقول القداسة بس الانضباط الشديد الخبر في النشرة يعني لا يأتيه الباطل ده خبر في نشرة مصر في نشرة الأخبار أنتم متخيلين يا جماعة إنه مش فوضى المواقع الإلكترونية التلفزيون المصري اللي علم العالم إزاي تتكلم اللي علم العالم العربي إزاي تقعد وتقرأ نشرة اللي بيحمل كل معاني الريادة والقيادة والقيمة لما التلفزيون المصري القناة الأولى في نشرة الساعة ستة تقول اللي انتم هتسمعوه ده في الوقت اللي ما كانش فيه جلسة أصلا يبقى عليها السلام بقى نشوف قادت محكمة القهرة الاقتصادية ببراءة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من تهمة سب وكثف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وذلت في الدعوة المقامة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك متهما إياه بالسب والقف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا فضى فوه حضرتك ايه رسالة على رأيك دي ايه شاقدت محكمة الله طيب بس هي زنبقى ايه لا هي ملازم هي بتقرأ الخبر اللي جالها طيب مين الاعداد اللي زالها الخبر ده هي ما تعرفش هي ممكن تكون مش عارفة الموضوع ايه بس هو أصلاً أصلاً لو حدث هو ده خبر في نشرة ستة الرسانة أبو الضبط الجدية الكاملة لا أولاً لا ده مسألة تقديرية انه ما يشعرون انه ده خبر مهم ولا لا ده حاجة تانية لكن هو لازم يبقى فيه تحقيق داخل أروقة تلفزيون مصري لان ده إساءة بالغة وعلامة استفهام زي ما قال سيد عمر أديب بطول برج القهرة اتهموا مسبيره وقنواته بالترهل ولو سألت حد هيقولك قصه مسبيره ومشاكله وحيقللوا من قيمة القناة الاولى والقناة التانية وقنواتنا الوطنية اللي نتمنى لها انها ترجع تقود لانه منظومة العمل الاعلامي في مصر بدأها مسبيره ويجب أن يكملها مسبيره بكل قدراته وخبراته لكن لما ألاقي المسألة يا جماعة مش قصر على القناة الاولى ده قناة كبيرة قناة حديثة قناة جدة وقوية زي اكسترانيوز تقول نفس النص حاجة غريبة نشوفها قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي زمالك من تهمة سبي وقفل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جاء ذلك في الدعوة المقامة من رئيس النادي الاهلي ضد رئيس نادي زمالك متهماً إياه فيها بالسبب والقطف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذن الأمر مش مجرد خطأ ده تدليس ما هو أنا بقولك إن كنت تكتب خبر وتوزعه بالطريقة دي وعارب تدين مين عشان مين يتورط ويزيعه مسألة مخطط لها يعني طيب لما الأمر انتشر فشر وبقى الكذب على المشاع احتاج الأمر إنه النادي الاهلي طلع بيان عشان يقول إيه ده فأصدر النادي الاهلي بياناً على لسان المستشار القانوني للنادي الأستاذ محمد عثمان قال قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي أنه لم تصدر اليوم اللي هو مبارح الحد أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الاهلي وأسرته بالسب والقذف بل ولم تكن هناك أي تجلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها أما بشأن وفقاً لبيان الأستاذ محمد عثمان أما بشأن ما تنولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27-4-20-22 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية وأنه ناشد وسائل الإعلام التي نحترمها والتي أشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح إيه اللي حصل بقى؟ استغل كان اللي زق الخبر ودلس على الناس استغل كلمة 27 بس ما قالش أنه 27 نتضع ففاتت على البعض أن يدقق في الأمر وجلوا من خبر أن الجلسة بتاعتهم 27 اتحكم فيها هذا كلام لابد أن يسفر عن تحقيق لأن فريق الإعداد مش بمنأة عن زج الخبر هنا أو هنا ده هنا انت عندك إيه؟ ده اليوم السابع صدى البلد الوطن المصر اليوم بوابة الأهراف البيان الإماراتية البيان اليوم العين شوف بص يا جماعة استعرضوا كده الصور استعرضوا الصور لمواقع كتيرة نشرت اليوم السابع الخبر بنفس اللغة عارف المصيبة فين؟ بجد بقى روسيا اليوم وبعض القنوات أو بعض وكالات الأنباء الخارجية خدت الخبر عن التلفزيون المصري فيه أصدق إيه؟ يعني أنا كصاحب لو مرمون بر مصر وجيني خبر من وكالة أنباء ذكر التلفزيون المصري خلاص ده يعني ده مصدر رسمي يعتد بيه ويسند عنه وينقل منه ذكر التلفزيون المصري قلولي بقى اللي قالوا في التلفزيون المصري ده اتدحك عليهم إزاي؟ قالوا كده إزاي؟ تجرأوا على المحكمة إزاي؟ ذكروا ونسبوا حاجة لمحكمة جليلة كبيرة في دعوة لم تناقش في هذا اليوم لم تعرض ملهاش جلسة الحقيقة زميلنا محمد شابانا وهو أراخر سكرتين نقابة الصحفيين في برنامجه كان مندهش نشوف النهارده تلع كلام إنه رئيس نادي الزمالك أخذ حكم بالبراءة حواليكم دلوقتي أخبار نزلة أخذ حكم بالبراءة خاص به عاجل براءة مرتضى منصور من تهمة سب الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ده في جريدة الشروق وإن المحكمة الاقتصادية كان في قضية والنهارده صدر فعل حكم ببراءة رئيس نادي الزمالك رد النادي الأهلي في بيان رسمي من خلال المستشار القانوني حقوليكم دلوقتي البيان المستشار القانوني للنادي الأهلي قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي إنه لم تصدره اليوم هتحس إن أنت قاعد مش فاهم حاجة يعني منين صدر حكم بالبراءة وكله بيكتب ومنين الأهلي يصدر بيان يقولك مش موجود حمد عثمان بيقول إيه بيقولك إنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتل محمود الخطيب ورئيس النادي الآلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي وأسرتي بسبب وقف بل ولم تكن هناك أية جلسات لمحاكمة المتهمين في القضايا المشار إليها أما بشأن ما تم تداوله في الإعلام وكلام ده يعني وأن قضاء ببراءة المتهم في الجنح رقم 83 لسالة 2022 جنح اقتصادية نود التأكيد الذي يعني مرفوش شك يعني بنا تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27 4-2027 أمام الدائرة كذا بقعرفش إيه وأنه ناشد وسائل الإعلام التي نحترمها ومراعاة الدقة والتصحيح ده كلام أو ده بيان النادي الأهلي وده كلام المستوصل القانوني بتاع النادي الأهلي هتقول لي إيه الموضوع أقول لك معرفش يعني ده هنا بيقول حاجة وهنا بيقول حاجة هنا يعني قصة فيها صراع كبير في القصة دي بين رئيسين أكبر ناديين في مصر بيعجبني طريق الطرح أستاذ محمد شبان القضاء لكن دي بالذات ما فيهش وجهة النظر أصلا مش وجهات نظر دي جلسات لها بتواريخ فده بيقول حاجة ده بيقول حاجة غلط وده بيصحح هذا الزعم وبقول ما فيش جلسة اللي ممكن يتعمل بقى إن الناس روح تستفسر فيه جلسة ولو ما فيش جلسة النهاردة تمت ما يخدهاش نقلا عن عن العنعانة دي يروح يسأل المصدر كان فيه جلسة النهاردة بهذا الشأن صدر حكم ولا لا ده موضوع بسيط جدا يعني التياقن منه والكداب يطلع يبان مين الكداب يعني ما ينفعش إنه يتقال ده بيقوله ده بيقول أبدا ولا صراع ولا حاجة ده هو محدش يقول الفعل فيه جلسة ولا ما فيش جلسة بالضبط فيه جلسة يبقى التعليق في محله بتاع مقاله سيد محمد عثمان سيد محمد عثمان اللي هو المحامي المتصدي لهذه القضايا يعني هو عارف موعد الجلسات ولو كان فيه حكم محكمة وش كانت ظهر بالضبط بالضبط كانت ظهر حكم لكن يعني أنت تقول عايزيني فأمون إن فيه لخبطة لا ما فيش لخبطة فيه تدليس فيه تدليس وفيه رأي مهم بعد الفاصل لعمر أديد أهلا بحضراتكم من جديد طيب محمد شبانة حاول مش يقف بين الاتنين حاول يقف بره عن الموضوع وما تصداش لأصل المشكلة في إنه في النهاية فيه نشر صحفي وتلفزيوني حصل لحدث لم يقع لجلسة لم تعقد لحكم لم يصدر وهي أدية بشاعة الخطأ فكرة التجرع على حاجة ما حصلتش أصلا فما كانش شبانة بهذا القدر وهو سكرتير عام النقابة في إدانة ورفض الخطأ المهن اللي حصل ده خطأ يا جماعة كاريسي لأنه وكالات الأنباء بره نقلت عننا فما حدش حتى عنده الرغبة ولا النية إنه يحاسب إنه يعرف مستصغر النار دي بدأ منين كان فيه المستصغر الشرر مين أول موقع ألف دي والناس مشيت وراه وحنقول إن التلفزيون المصري بخطأ ومعرفش إزاي يحصل أو قناة كبيرة زي أكسترانيوز برضو تاخد من أي حاجة من على أي سطح إعلامي وتزيع مع إنه المسائل سهلة جدا تقدر تسأل طرف محايد شوية أو تسأل هيئة المحكمة سكرتير المحكمة كان عندك جلسة النهارده وحصل ولا لأ المسائل في منطقة البساطة إذا كان الخبر مهم إنه يطلع في نشرة ستة من الأساس لكن عايز أقول لكم إنه الأستاذ عمراء أديب كان مندهش جدا وحط علامة تعجب كبيرة نشوفها نهارده من أربع خمس ساعات طلع خبر براءة مرتضى منصور من سب وقصف محمود الخطيب إن المحكمة الاقتصادية قررت هذا الأمر نزل في كل المواقع اتكتب على لسان كل الرياضيين والناس المهتمية بالرياضة نزل في عدد من المحطات المحترمة فجأة طلع بيان من النادي الأهلي قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي أنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد الخارجين عن القانون الذين تجاوزوا في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقصف بل ولم تكن هناك أي جلسات لمحاكمة المتهمين في هذه القضية القضايا المشار إليها أما بشأن ما تنولته بعد المواقع الإخبارية بشأن القضاء ببرائة المتهم في الجنحة رقم كذا لسنة كذا جنح اقتصادية نود التأكيد الذي لا يقبل الشك بأنه تلك الجنحة محجوزة عن الحكم لجلسة 27-4-22 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية ونناشط وسائل إعلام التي نحترمها وأشارت إلى غير ذلك مراعاة الدقة والتصحيح دقة إيه؟ ده مش موقع واحد ده مصر كلها مصر والمواقع العربية اللي برا حاجة من اتنين يا الحكم ده مش موجود وتلك مصيبتهم الحاجة التانية إنه مستشار النادي الأهلي الحكم طلعه هو ما يعرفش فالمصيبته أعظمه يعني في الحالتين احنا قدام حاجة غريبة جدا الخبر لما يبقى موجود في كل المواقع وكل التلفزيونات وكل حاجة أنا في تقديري لما أجل أشتغل خلاص ده خبر إيه بصفاجته يعني يعني مؤكد خلاص إنما ييجي النهاردة المستشار القانوني النادي الأهلي يقول الكلام ده ما حصلش ومش موجود شيء غريب جدا هو هل طبعا وارد جدا هل حضرة القاضي مثلا حكم وإحنا ما نعرفش ده احتمال هل دي قضية غير القضايا دي يعني ممكن كان يبقى فيه قضية سب وقذف لأنه مثلا احنا نعرف أن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رافع عدد من القضايا جائز قضية منهم غير القضية اللي قصدها المستشار القانوني ما حدش فهم حاجة ما حدش فهم حاجة خالص هل أنا على فكرة برضو زي بقول لحضراتكم أنا مش واقف عند الحكم خد براءة خد وعايز أقول لحضراتكم مواقع أخرى قالت أنه هو خد غرامة عشرين ألف جنيه يعني إحنا قدام حاجة غريبة جدا تلت حكايات الحكاية الأولى أنه فيش حاجة خالص وعلى فكرة لو طلع في النهاية أنه فيش حاجة خالص دي حدوثة غريبة جدا جدا لأنه أنا بقول لحضراتكم دي المواقع اللي إحنا يعني دي الموثوقة أنا بكلمك على مواقعنا الرسمية أحد المواقع الكبرى جدا شال الخبر طبعا ده كلام أستاذ عمر قديم ولو طلع أن ما فيش حاجة من الأساس هتوب حاجة غريبة جدا لأنها نقلا عن المواقع الرسمية الموثوقة ونحن خلاص ما نقول الخبر من هذا المنطلق من هذا المنظور يعني يعني على رأيه لما يطلع المتشار القانون يقول لك ما فيش جلسات النهاردة في أي قضية من القضايا عشان ما يقولش فيه التباس دي قضية تانية يعني فيش وإلى كان أشار إلى القضايا الناس تقضي يعني كان المتشار قانون حيولي إيه لا هما يقصدوا القضايا الفلانية لكن هما قالش كده حتى ما فيش مين القضايا خالص النهار الموضوع بسيط جدا يا جماعة يجب التيقن من المحكمة من المحكمة كان فيه جالة سابت خص الموضوع ده ولا لا أي موضوع يخص النادي الآلي والمستشار المرتضى من صور الله بس كم العمراء دي بدهشته كمان نشوفه أنا رأيي أنه في الحالات اللي زيدي مش عارف دايب ايه بقى متحدث من وزارة العدل متحدث باسم المحكمة حد يقول للناس أيها جماعة في حكم أو لا يا جماعة مفيش حكم وبعدين برضو ابتأيت أشك لأنه عادة في الحالات اللي زيدي بيحتفل يعني يطلع يعمل فيديو وبتاعه وش عارف ايه وانا هو طب مين اللي طلع الخبر لو النادي الآلي عنده مستشار قانوني ما يعرفش إنه الحكم طلع تبقى دي مشكلة كبيرة جدا بيقولك لا يقبل يعني لا مجل الشك طب جايز مثلا طلع وكان في وقت متأخر جايز مثلا معرفش أنا إجراءات المحاكم في إصدار الأحكام يعني ممكن يكون صدر متأخر صدر مش في حضور ولكن وبرضو أنا معرفش هل مثلا لو حضرة القاضي حجز القاضية اليوم 24 لأنه أنا أظن كان مد أجل فهل في مد الأجل هو ممكن في المدة دي أي يوم يحكم هو حر يحكم النهاردة يحكم بكرة يحكم 24 أنا معرفش إيه الإجراءات إنما في حاجة جماعة وزي محاكم شايفين بقى البيان الإماراتية والإمارات اليوم وعلى فكرة كلهم بيعملوا العملة اللي أنا بعملها دي جابوا صور من المواقع بتاعه قال لك هو الخبر هو فهل إحنا الساعة اللي جاية دي حنشوف المواقع تقول لنا الخبر لأنه ابتدت نفس المواقع اللي نشرت يقوله حقا غريبة جدا يقولك جدل يعني إيه جدل في موضوع مرتضى إيه الجدل هو يتحكم يا ما تحكمش سألت عشان بس ما تقوليش طم ما تس سألت حاجش عارف حاجة وعلى فكرة برضو أنا مش واقف عند الحكم ياخد براءة ياخد حكمة دي مسائل يعني بتاعة القانون وأنا مش شايف القضية ومش قاري القضية ولا ليه رأي ولا يجوز أن يكون لي رأي إنما أنا رأيي بقى في اللي حصل ده إيه ده إيه حبيت بس في الأول يعني أحط علامة تعجب كبيرة أوي كده بطول برج الجزيرة بما أننا بيتكلم عن نادي الأهلي فنسأل إيه الحكاية وإيه الموضوع ما حدش فهم حاجة كل الناس النهاردة قالت هو الحكم النهاردة الحكم مش النهاردة فأربع خمس مواقع زيان بقول لحضراتكم من اللي ناشت خبر بتادي دلوقتي تقولي جدل بين الأهلي أصلي ما فيش جدل هو يا الحكم طلع يا ما طلعش حاجة غريبة جدا يا أستاذ عمر أنوت به كل القضايا يعني مش مثلا ممكن يكون فيه قضية تانية معادها النهاردة كل القضايا هو اللي ما سكها فهو عارف وبيؤكد وبيجزم ما فيش أحكام ما فيش جلسات ما فيش مش محتاجة إن حاجة ما حدش فهم حاجة كل الناس فهم كل حاجة لكن إحنا باستمرار ندول أي موضوع ونلقي لدرجة الناس قول إثارة الجدل لا فيه حد بيجدب وفيه حد ما بيجدبش مسألة واضحة جدا مش عايزة نقعد نحولها إلى مسألة لا جدلية ولا تسير الحيرة ولا محدش فهم حاجة كلنا فهمين كل حاجة إذا ما فيش حكم يبقى كلنا فيه فهمين كل حاجة لا فيه حكم يبقى حنقول نعتذر بالنيابة عن فلان اللي طلع إن فيه حكم وما خدش باله وهذا أمر بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من دايرة إلى نهاية مستبعد الراجل بيانه كان شديد التأكيد والجزم والوضوح ما فيش جلسات خاصة بأي قضية من هذه القضايا في هذا اليوم فما حدش ونبي يحاولها جدلية وما حدش يحاولها محيرة المسألة واضحة وضوح الشمس هذا إذا كان بالشكل دا ما هو إلا تدليس بمعرفة ما رواجوا له طيب مين اللي رواجوا له إحنا هنا بصدد تجرؤ في نشر حكم قضائي لم يصدر هنا يا جماعة فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيحاسب الناس على كل كلمة وبيأمل وبيطلع بمسؤولياته أنه يعمل ضبط للأداء الإعلامي فيه نقابة للإعلاميين بتوقف ناس جادة ورصينة في أداءها لمجرد سبب أو لآخر وفيه الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن جانب كبير من هذه المواقع الإلكترونية يعني فيه هيئات وطنية مهنية كبيرة مسؤولة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة أو نقابة الإعلاميين فين الناس دي كلها من اللي حصل خذوا بالك أنا بتكلم على حكم قضائي مش بتكلم على خبر كورة ولا صفقة انتقال لعد المصيبة السودة أن أنا بتكلم على حكم قضائي لم يصدر من الناحية القانونية إذا تجرأ أحد على الإدعاء بأنه صدر حكم قضائي في غير موعد الجلسة وغير الإعلان من المحكم ما هو الموقف القانوني دي علامة استفهام أولى ولكن مسألة نحن لسه المقالة كان بقول إيه من أمين العقابة أسأل أدب ما هو أنت قبل كده راح جواب لمجلس الشعب بيدعي إن حد في الشركة الرعية للنادي الأهلي دفع رشوة وكذا كذا ده راح للتراجي تونسي تونسي ده راح للتراجي وجواب نسخة منه وراحت لجهات مسؤولة طيب يبقى الكلام لما بإنتم بيحصل هذا التدليس عشان يأخذ الأمور في سياق ويروح لجهات معنية بنشاط ما دونما تحقيق وصدرت أحكام وتوقف يعني حصل حاجات كتير جدا أستاذ إبراهيم ولم يصرح أحد بالحقيقة طب إحنا تحرنا ولا ثبت صحة الكلام لا تحرنا ثبت إن فيه تزوير يبقى لازم يبقى فيه مسؤول عن هذا التزوير وإلا حيكرر أو بيكرر أهو بشكل أفدح وأصعب طبعا هو ده تزوير في معلومة معلومة قضائية في حكم يعني هي دي الخطورة هي دي الخطورة بجد إن احنا وصلنا لممطقة حارجة جدا وحساسة وخطيرة إن إعلامنا يستسهلناش أحكام قضائية لم تصدر دي مصيبة إن يتم السكوت على هذه الأخطاء المهنية في الممارسة الصحفية والإعلامية ما حدش نزعج ما حدش نزعج بجد طبعا كل المواقع جريت شلت الخبر يا أخي ما فيش غيره على نفسنا يعني سازي براهيم الناس اللي برا دي اللي نقلت عننا لو اكتشفت إن هذا لم يحدث ما فيش غيره على نفسنا إحنا إزاي يحدث هذا عندنا والقلعن بدون حساب وكاننا راضيين عن هذا التصرف انت عددت الجهات اللي ممكن توصلنا للحقيقة وممكن تتخذ الإجراءات أيو تحاسب وتحقق شوف بدأت منين وإن كان تمت إجراء قانوني بتعقب مصدر هذا الخبر هتحاسبه مين بعد كده هتجي تحاسبه تقول أنت قلت كلمة غلط ما أنت محاجة لأ أنت كده هتسيب بقى الأمر الفوضة السوشال ميديا اللي الناس مش عارفها هتخش في حتة تانية أخطر بكتير صحيح صحيح لازم لازم إيه ولا إيه ولا إيه نتعلم في وصف أخطر بكتير موسيقى 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 الللى الللى الله الللى كل سنة وانت طيب يا جماعة إيهاب الخطيب جايEL في الجول حلو أوه 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 يا جماعة خلاص بنا خلصنا كل سنة انت طيب وطيبين وكل سنة محتفلين بك وسعادات بوجودك في مستينة شاكرين جدا جدا يا جماعة إيهاب الخطيب وإسلام الشاطر وكل إدارة القناة وفريق العمل كله بيقولك كل سنة وانت في أتم صحة وعافية أنا اللي بقولك ألف شكر كل سنة وانت أحسن مني مئة مرة وأكثر مني يعني خلقا وجدارة واحترام طيب وعب منا من الوسطى ومحمود المخبز إيه؟ وفريق العداد لا 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 شكرا 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 لأسرة القناة شكرا لحضراتكم وربنا خلينا على قد الثقة ناسي بقولك إيه؟ ربنا يجعلني أحسن من ظن الناس بيه؟ وانسكت وانسكت بقولك عارفة القطيب مرتب للجوء أوه أوه شكرا كل سنة وانت طيب بيني وبينكو ترتاشك لا حلو هو طيب إيه؟ لا بعدين بقى إيه بقى؟ لا 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 مش للوقتي لا ولا معظم محمد مصافة جايم لك جار محمد عن محمد وايح شكراً جزيلاً يا جماعة وكل سنة وانتوا طيبين وكل سنة ولمهندس عدلي في أحسن صحة وعافية هنشوف في هذا التقرير جانب من سطور أيقونة الأهلي وبطل ملك وكتابة المهندس عدلي القيعي نشوف الثعلب مهندس الصفقات رجل الأهل الأمين المناسبة عيد ميلاده السعيد القبن كثيرة يستحقها المهندس محمد عدلي محمود رياضي القيعي هو أحد أشهر الأسماء الكبيرة داخل قلعة النادي الأهلي منذ عقود مضت هو الاسم الكبير الذي ارتبط بالكثير والكثير من النجاحات بتقلده العديد من المناصب والعمل مع الوظماء والرموز ليكون واحداً من الشخصيات المهمة في سجلات وتاريخ النادي الأهلي القيعي عمل مع العظيم الراحل صالح سليم مديراً للنادي لأكثر من ثماني سنوات مع الكبتن عبد صالح الوحش لفترة طويلة كرئيس لجهازي كرة اليد وتنس الطاولة فضلاً عن عمله مع حسن حمدي في المجلس السابق كمدير للتسويق توهجه وأبدع القيعي في إبرام العديد من الصفقات الشهيرة للنادي الأهلي حول دفة الكثير من اللجوم لبوصلة قلعة الجزيرة حتى لقب بمهندس الصفقات هو أحد أفراد أسرة القيعي بمدينة كفر الزياب بمحافظة الغربية هو الذي التحق بعد ذلك بكلية الزراعة جامعة القاهرة مع نجمي الفن عاد الإمام وصلاح السعدني رغم تألق المهندس القيعي في مجالات متعددة إلا أنه لم ينسى نصيبه من الإعلام فشارك في تأسيس مجلة النادي الأهلي بل هو صاحب الفكرة كأول مجلة متخصصة تصدر عن ناد مصري في مصر مارس 1974 القيعي الذي يذوب عشقاً في النادي الأهلي هو صاحب سيرة ذاتية تعتاج لمؤلفات ربما لا توجد لعبة أو مكان في النادي إلا وكان للقيعي مصمة ودور وحكاية فهو مدير جهاز تنس الطولة في الفترة من عام 65 إلى 76 هو عضو مجلس إثارة النادي الأهلي في الفترة من 76 إلى 80 هو المشرف العام على النشاط الرياضي للنادي في الفترة من 85 إلى 87 هو مدير جهاز كرة اليد في مهمة بناء فريق جديد في الفترة من 88 إلى 90 هو عضو مجلس إثارة النادي الأهلي في مجلس الإنقاذ عام 91 و92 هو مدير عام النادي الأهلي والمتحدث الرسمي في الفترة من 93 إلى 98 هو أول من أنشى إدارة للتسويق والاستثمار الرياضي في مصر عام 2001 بهدف تحويل النادي إلى شركة على غيرار الأندية الكبرى في العالم هو صاحب فكرة إنشاء قناة الأهلي للإنتاج الإعلامي وهو الآن أحد أهم مقدم البرامج فيها مع إبراهيم المينيسي في برنامج ملك وكتابة متعك الله بموفور الصحة والعافية أطال الله في عمرك وكل سنة وانت طيب كل لحظة وانت طيبة باش مانتس وتشكرين جدا على هذا التعريب سأعز أصلى حاجة عشان كل واحد ياخد حقه لما أكون صاحب فكرة إصدار مجلة النادي الأهلي لكن أنا اللي نفست هذه الفكرة بتعليمات من الكابتن صالح سيدي من مجدس الإبارة لأنه قال لي أنت كنت عامل مجلة عايزين مجلة الأهلي عايزين نستفيد بخبرة تعملينا مجلة النادي الأهلي أما فكرة القناة فكانت حديث بيني وبين كابتن صالح وكابتن حسن وكنا بنتحين الفرصة لما جات إدارة التسويق احتضنت الموضوع وعرفنا أن نتطلعها بعد كل هذه التجارب والخبرات والعمل داخل النادي مطمئن على الأهلي؟ مطمئن على الأهلي طول ما ماشي ومتشبس بجزور ومتشبس بتقاليد ومتشبر بقيم لأن النادي الأهلي فكرة طول ما احنا بنحافظ عليها كما انشئت في حاجة اسمها المنتنس الصيانة عملت الصيانة أنك تخلق الكوادر لتتمسك بهذا الكلام وكل ما يجي حدا تسترجع وتستلهم الماضي وتستشهر في المستقبل هو ده اللي يطمنك عن النادي الأهلي ولذلك أنا كنت متزعج فترة من فترات وأنا أرى إعلام الأهلوية طوارئ وكنت بنبه من أكثر من 10-15 سنة إلى خطورة هذا الأمر وبدأت أدوات النادي الأهلي مجليته، قناته، المنظومة الإعلامية داخل النادي الأهلي ولكن محتاجة شغلة أكثر من كده وكتير عايزين نخلق كوادر فهم يعني إيه رياضة فهم يعني إيه النادي الأهلي تنقله صح للناس وتحافظ على ما سوف يتعرض له في المستقبل من هجمات ضد طريقه وقيمه وتقاليده ده كلام مهم جدا على فكرة مصر نظمت مباراة المنتخب مع السنغال على أروع ما يكون الحضور الجماهير الكبير اللي حضر في أستاذ القاهرة رسم لوحة رائعة جدا لكن كان وراء هذه اللوحة الرائعة جهود المجموعة الأفريقية الشركة المختصة بالتنظيم الحقيقة عملت مجهود رائع جدا بنحيهم عليه وبحيهم على لقطة إنسانية راقية جدا إنها كرمت العامل فرض الأمن اللي كان الكابتن مجد عبد الغاني تعرض له في مدخل للأستاذ وده الفيديو اللي انتشر كتير جدا فأكدت المجموعة الأفريقية فخرها بالمتميزين من أبنائها العاملين الذين يتحلون بالأداء الاحترافي المهني وضبط النفس خلال تنفيذ الأحداث الرياضية المهمة وكرمت رئاسة المجموعة الأفريقية أحد أبنائها لضبط النفس خلال تأدية عمله في هذا اليوم وده الشاب بالحياة اللي حاس تقدير واحترام كل الناس مش عشان تعرض لموقف مش لطيف أبدا لأ كمان عشان هو تعلب ضبط النفس بمراعاة مهنته بعدم الإنسياق أو الاستدراج وفضل محتفظ بهدوء والتزاماته مبسوط باللقطة الإنسانية دي وهي دي اللي أططنا اللي خارجي الصندوق لقيمة هذا التكريم الحدث حدث كل الناس عارف تفاصيله الراجل أدى شغله كما يعني كلف به ولم ينصق زي ما بتقول وكان فيه ضبط النفس استحق التكريم لأنه فيه تعويض نفسي هنا لأنه لو كان يعني انتهى الموضوع عند هذا الحد كان حروح مداي يقول أنا إيه الشغلانة اللي بتجيب لي البهدلة دي لكن الشغلانة دي ما جابت لكش البهدلة دي جابت لك التكريم جابت لك التقدير جابت لك احترام الملايين لك هذه القيمة وهذا المعنى من هذا التكريم اللي كان فيه توفيق ان احنا نختاره في لقطة بره الصندوق النهاردة كل التقدير للمجموعة الأفريقية اللي التزمت بكل هذه القيم والالتزامات الاحترافية المهمة وكرمت هذا الإنسان الراقي هنطلع لفاصل وبعض الفاصل كلام كتير ومهم من دكار أهلا بحضراتكم من جديد شفنا بعض متلسان وشفنا القضية اللي استحقت علام التعجب أطول من برج القاهرة لكن يبقى هناك أخيرا كلام كثير فيه الغربال الغربال غدا الشوط الثاني آه شوط الأول مصر والسنغال خلص في استاد القاهرة واحد صفر وبكرا إن شاء الله سبع مساء الشوط الثاني الشوط الثاني وبناء عليه بإذن الله تعالى نتآهل لكأس العالم في الدول إن شاء الله نكسب شوف أنا أقول لك حاجة أقول لي لأن أنا بلاحظ كده آه إن في ناس عيدة تشقط العملية أيوه مفيش حد في مصر آه منذ انطلاق الأمم الإفريقية مش من دلوقتي آي ما كانش دعم للمنتخب طبعا كل اللي اختلفوا مع كيروش حتى آآ كيروش آآ على التشكيل على لعيب غايب قلنا يا جماعة خلاص خلصت آي مش وقته آي كل اللي اختلفوا معاه على طريقة اللعب على طريقة التشكيل مسألة نقضية بحتة أي البعض يتطفق والبعض يختلف كلنا أشدنا وكانت غلطة من جانبنا إن إحنا مغرد وصلنا النهائي اتعشت كويس قوي إن إحنا وصلنا النهائي كسر في أمم الأفريقية وإن إحنا خسرنا بضربات الجزاء ودي كانت حاجة كويسة ما تدايقناش كان لازم نتدايق عشان نتعود إن إحنا ما نخسرش مش نتدايق مجاز الفني لكن نتدايق على الخسارة إنما كلنا كنا دعمين كلنا قلنا يا جماعة أي لعب مستبعد اشتغل على نفسه عشان يدخل قناعة الجزء الفني لدرجة إن إحنا هنا بقنا نفسر طريقة اللعبة مش عايزة فلان وفلان رغم إنهم الأقدر يمكن إحنا لو إحنا مسؤولين يبقى لنا قرارات مختلفة ولكن هو صاحب القرار طالما يوصلنا للهدف لما إحنا هنا قللت الماتش أو قبل الماتش قلنا إيه يا جماعة الصعوبة بالغة حتى المداخلة بتاعة الكابتن علاء نبيل كان بيذكر الصعوبات والفوارق الفوارق محدش يقدر ينكرها صحيح في فوارق فنية فردية وبدنية وقلنا إن إحنا هنا قلنا إن إحنا التنظيم قد يواجه أو قد يكافئ هذه الفوارق ويستطيع وقلت لك إن يمكن ربنا يرزقنا ونجيب جون إحنا جبنا جون جبناه إزاي مش هنا النقطة أنت طلقت كسبات يعني أنت لو كان دخل فينا الجون ده بنفس الطريقة كنا هنزعل طبعا مش هنقول صدفة ولا هنقول مش عارف إيه إنما لو لا اللي هدف عايزة غالب لو لا تحرخ محمد صلاح اللي أظهر براعة التمريرة ولولا إن التوفيق الذي جعل التمريرة تمر ولولا إن كان محمد صلاح في هذا المكان واستقبلها بالطريقة دي ولعبها بالطريقة كان ممكن تخش على طوك لكن ارتطمت ده كان يبقى سوء بخط لما دخلتش فإحنا كلنا أشدنا كلنا فرحنا وواحد صفر حتى ساعة أنا بيت من داشل نزعلنا على الأداء سيبك من الأداء شوية خلينا في فكرة إن إحنا حققنا ما نتمنى مش كل ما نتمنى كان أهو عايزين اتنين بس بأمرت إيه يعني انت كنت عايزي اتنين بأمرت إيه بص عبقارية صلاح شالها إزاي لأن الكرة أولا فيها الارتفاع اللي ماشي مظبوط قوي بحيث أنها حتى ما طلعتش فوق العرضة هي في العرضة ومش بالقوة اللي يخليها ترد للملعب بقوة لأن الكرة لو فيها قوة عن كده ما كانش هتيجي في رجل اللاعب كانت هتدخل الملعب أكتر يعني هو لعبها في الجنب بطريقة اللي هو بحساسية عالية قوي بحساسية وبدقته كراجل بيعرف يتحرك وبيعرف يواجه الكرة وربنا أكرمنا لو لأن الجنجي بدري ما كانش هيحصل التراجع طبيعي طبيعي نتيجة الأولا هم الصنفرو وحسين عندهم وقت فالدهم أمل هم مش بلعبوا فقر عشر دقايق فبالفوارق البدنية والفردية والمهرية فرقة بتتعمل 21 مراوغة 21 مراوغة تنجع في عشرين ده حاجة مرعبة يعني مهارات عالية جدا مش هنقول بقى وقلنا كده قيمة الصقية بتقول لنا كده بس ممكن لعيبي يجوب بكل يوم 335 مليون و150 مليون كل اللي تمنيناه حصل عاجين جون تاني بس الحقيقة برجع بأمرت ايه هل الفرق اللي بنا بنصغال نتكسبه باتنين وثلاثة فهنا كسبنا بجون قادرين على الحفاظ عليه احنا فرقة منظمة ما يعجبكش لعبنا في بعض الاحيان او كثير من الاحيان لكن انت فرقة بتتعب اي حد قدامك وكل الناس بيقولوا اذا كلام طيب هرجعلك في التفاصيل لكن عايز اقولكو انه بكرا ان شاء الله عشان تستمتعوا بيوم افريقيا العظيم الخمس مباريات الساعة سبعة في مباراتين احنا هنلعب مع السنغال الساعة سبعة ونيجيريا هتلعب مع غانا الساعة سبعة في ملعبها الحكم بتاعنا احنا مصطفى غربالي الجزائري الحكم اللي هيحكم نيجيريا وغانا التونسي صادق السلمي خدوا بالكو غانا تعادلت في ملعبها سفر سفر لكن اجا بص على تسعة ونص بقى فيه تلات مباريات طحن الكاميرون اللي اتغلب في ملعبه واحد سفر رايح الجزائر دي المباراة تسعة ونص وهيديرها بكاري جسامة جنبي الجزائر يكفي التعادل اللي يصعد كاس العالم المغرب اللي تعادلت واحد واحد مع الكنغو هيكتر كوبر هيكتر كوبر بتاع الارجنتيني مدربنا السابق اللي كان معانا في كاس العالم في روسيا هو مدرب الكنغو الديمقراطية اتعادل في ملعبه مع المغرب 2018 كاس العالم في روسيا اتعادل الكنغو الديمقراطية في ملعبه مع المغرب واحد واحد المباراة تسعة ونص في المغرب تونس مع علي معلول وقدرت تكسب مالي وقاله ديانج كان احتياطي في باماكو 1-0 هتستضيف في تونس منتخب مالي والحكم السنغالي ماجيتي نداي هو الحكم هو إدارة المباراة يعني فيه ثلاث مباراة تسعة ونص ومباراة نائحنا ومباراة غانا ونيجيريا هي للساعة سبعة تبدو من نتائج المغرب وجزائر وتونس خارج الأرض ونيجيريا أنهم الأقرب إلى الفوز لأن تأيهم إيجابية خارج الأرض أنت الفرق الوحيدة اللي على أرضها عرفت تكسب وأنك كمان الفرق الوحيد اللي من المستوى التاني في التصليل سنكسب في المستوى الأول فأنت وإن كان أنت هتلعب خارج أرضك حظوظك قائمة بإذن الله بشروط طبعا الالتزام والانتزام والروح اللي أنا بسمع أنها موجودة عند اللعيبة وحرصوهم الشديد أني التاريخ يكتب أنهم روح مرتين وراء بعض إن شاء الله بإذن الله كأس العالم ومحدش مريض نفسيا حيفرح لو خسرنا عشان يشمت ومحدش حيزعل عشان كروش حيروح كأس العالم يعمل اللي هو عايزه ويقول لنا اللي هو عايزه بعد ما وصلنا كأس العالم فكلنا كلنا ولا أحد يحتكر هذا الحق كلنا داعمين للمتاحب كلنا بنتمنى إن شاء الله وبنسق بنسق فدرتنا وفي لعبتنا أنه عندها من الوعي التكتيكي والانتماء الحقيقي بس يعد أرصة بدنية شوية أن مدد تقلقنا تزيد بالذات لو حصل نفس النتيجة يعني لو لقدر الله السنغال نسجل هنلعب اكسراطايا دا الملعب بصوا الملعب اللي انتوا شايفينه دا يا جماعة دا على بعد 30 كيلو متر من العاصمة دكار الناس دول بنوا في حوالي 17 شهر بالزبط بدأوا فيه في يناير 2020 وخد معاهم 17 شهر طب كلفهم قد إيه عشان نشوفهم فرحيتهم بيه قد إيه كلفهم 270 مليون دولار أطلقوا عليه اسم عرين الأسود وبيحمل اسم الرئيس السنغال الراحل عبدولاي واد الملعب بيعتبر أكبر صرح رياضي في السنغال بعد استاد ليوبولد سيدار هما التصميم بتاعه يشبه ملعب بيرني ميونيخ بيستضيفوا بعض المنافسات ألعاب القوى في الأولمبيات السيفي عشرين ستة وعشرين عشان كده المضمار بتاعه بيستغل في ألعاب القوى المنتخب طبعا انتوا شفتوا كان سيء الحظ في خط الدفاع فقد محمد عبد المنعم وإلوينش فبالتالي استاد عرامي ربيعة وعلي جبر واحد منه من شاء الله أو محمود علاء أو أيمن أشرف واحد من الأربعة يلعب مع ياسر إبراهيم في خط الدفاع بصو ياسر لعب يعني ياسر الوحيد منهم اللي لعب هنا نزل ما كان لعب منهم فرجله في الملعب أي حد حيلعب الماتش ده حيدي كامل الطاقة أي وكلهم عندهم الجدارة والصلابة والرغبة إنه انجحوا يقدوا بإذن الله طب آخر كلام كارلوس كيروش النهاردة في المؤتمر الصحفي قبل قليل أكد المدير الفني إنه فريقنا إن شاء الله قادر يتجاوز السنغال ويتأهل لكاس العالم وإنه قادر يعمل نتيجة إيجابية في دكار إن شاء الله قال إحنا جينا هنا مش عشان نتعادل إحنا جينا عشان نفوز ونحقق الفوز ذهابا وإيابا قال أنا ما بيهمنيش أبدا إن الأستاذ بتاعهم يتميلي بالجماهير السابع النجوم اللي بنمتلكها على فنلة مصر دي مش منفراغ إحنا منتخب مصر البلد الأقوى والأول في القرى الأفريقية قال كمان كارلوس كيروش إن المنتخب لا يحدد طريقة لعبه في المباريات بناء على خصومه عايز يقول الرجل أنا فريق كبير ما بحددش طريقة لعبي بناء على الخص أنا بفرض نظامي وإسلوبي على الملعب قال إحنا في أقصى حالات الاستعداد للمواجهة سنفعل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد جمهيرنا والتآهل لكاس العالم قال كمان كارلوس كيروش حاولنا إن احنا ننهي استعدادنا للمباراة في القاهرة يعني أنا مخلص الهومورك بتاعي في القاهرة ما عندناش أي مشكلة في موعد وصولنا للسنغال إحنا في أتم الاستعداد للمباراة ما عندناش أي مشكلة بتواجهنا بنحدد طريقة اللعب بناء على احتياجاتنا إحنا وقدراتنا إحنا مش علشان نحنا نلعب مع السنغال أو غيرها قال لدينا فريق بالكثير من اللعبين المميزين ثقة فيهم كبيرة جدا وأسق كمان إن هم هيقدوا بالشكل الكويس الراجل ده أي معلم كلام معلم كلام طبعا بيعرف يتكلم يقول إيه وإمتى وهو دائما وحتجد أنا متأكد دلوقتي إن هذا الفريق يلتحم مع جهاز الفني خصوصا كيروش بأقصى درجات الحميمية والعلاقة الطيبة أي لأنه على طول قادر يصدر طاقة إيجابية لكل العدوة صحيح قال إحنا مش بنفكر هل لعب السنغال أو كودفوار أو الكاميرون أو غيرهم إحنا بنلعب ضد أنفسنا إحنا بنواجه نفسينا فقط قال كمان في هذه المباراة سنلعب جيدا لعبنا جيدا في اللقاء الماضي وفي لقاء الغد نريد أن نكون أفضل مما كنا عليه في القاهرة كمان لن أستطيع الفوز في مباراة لو لم أستطيع أو لم أنني في الوقت أو النهاردة لو شعرت أن أنا مش هقدر أفوز بالمباراة هتقدم باستقالتي فورا طوالما صرت لم أرى فريقا يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب بيكلم على إنه دي مباراة طبع وأضاف نحن نعلم جيدا وكذلك السنغال تعرف أيضا أنه عندما تستحوز على الكرة فإن لعبين الموهبين قادرون على خلق السحر داخل الملعب لم أقل معجزة بل بقول لكم سحر نقدر نسحل الناس ده بس أنا المعجزات لا حصلش بالكلمة دي إنك تقرأ أفكار وهو نوي يعمل إيه في الماتش نوي يهاجم لا نويين الأكبر قدر من التمريرات ويستحوز أطول فطرة من فترات المباراة الكرة وحيدمج الخطوط وحيحاول يختار اللعبة اللي عندها المهارات اللي تقدر تستحوز طبعا لما تكلم إنه لعبتنا لما تاخد فرصة في الملعب هتوريهم السحر استدرك طبعا لأنه قدام منه صحفيين سنغاليين وقال المعجزات أتركها لله نحن لا نفوز في المباراة بالسحر ولكن باللعب السحر نحن نفوز بمجهودنا الشيء الأهم بالنسبة لنا أنه نلعب جيدا غدا في الملعب أأمل أن تكون هناك كرة قدم جيدة داخل الملعب من الفريقين وأكمل تصريحاته أنا مقتنع تماما أن طرفي نهائي كأس أفريقيا يجب أن يتأهل إلى كأس العالم ستقابله مع بعض ولكن في النهاية أأمل أن يفوز فريقي وأن تكون مصر في كأس العالم وهو طبعا عايز روح المرة الخمسة ويبقى عمل ريكورد شخصي ومجد كبير لي لا هو لو خات بإيدنا فيعني في رسالة طيب رسالة اتبلغنا بها دلوقتي وزير الإعلام وزير الرياضة السنغالي طالب الجماهير بالتشجيع ومؤذر الفريق ولكن الالتزام بالنهج الرياضي وحنكون أفضل لو انتزمنا بهذا النهج ودي رسالة طيبة يعني بيحسوا سمقة شجعة بس خلينا في إطار روح الرياضية وهي رسالة اتبلغت بها دلوقتي ولازم أقولها لكم طيب مقالات الرأي بقى في الصحف تعليقا على المباراة المصر اليوم كتب فيها الدكتور عبد منع معمارة الفوز لمصر إن شاء الله وقال المصريين لهم حل مواحد هو الوصول لكأس العالم وده اللي قاله الأستاذ حاسل مستكاوه في الشروق للمنتخب 35 دقيقة وللسنغال 55 وقال إن المباريات الكبيرة صعبة ومواجهة فريق كبير عنده شخصية صعبة هكذا كانت مباراة الزهاب بيقول كمان في الجمهورية الأستاذ محمود معروف كل هذا الحب لمصر والله تستحق أكتر من كده ده محمود معروف في الجمهورية وطرق الأدور أيضا في الجمهورية فوز مصر على السنغال بين الإيجابيات والسلبيات بيحلل أداء المباراة الأولى والظلالة التي يمكن أن تلقيها على مباراة العودة كمان الأستاذ خالد بيوم المحلل الرياضي في الجمهورية قال سنلعب أمام السنغال ونحن متفوقون في النتيجة والعامل النفسي وده نقطة مهمة جدا سيكون الضغط في اتجاه لعب السنغال لتعويض فرق الهدف ما ينقصنا العامل البدني ويمكن تعويضه بالروح والعزيمة والإصرار التي يمتلكها أبناء مصر في الأوقات الصعبة نصحت الكيروش إذا كان يستمع إلى من حوله السنغال ليس لديها مهاجم والخطورة تأتي من طرفي الملعب ووضحت في المبارتين أمامهم وعلى كيروش الاهتمام بالرباعي إسماعيل سروة من خلفه بونا سروة ساليوسيس وساديو مانيه قال كمان خالد ديومي النقطة الأخرى التي أرى أنها مهمة وخطيرة هي ترك كل بالي قلب الدفاع من تحت دون ضغط وهو مصدر تحريك الفريق أرجو إعطاء تعليمات بالضغط عليه طوال المباراة وأتمنى أن يرى الجهاز المعاون رسالتي والعمل على إيقاف أهم مصادر الخطورة وبالتوفي لأبناء بلدي ده خالد بيومي المصر اليوم قالوا أن ميدو بيتحدث عن حلم المنديال وبيقول أخشى على المنتخب من عناد كيروش وبراعة الشناوي أنقذتنا تحدث ميدو عن ما واجهه الفريق في هذه المباراة جارت الشروق قالت أنه كيروش استقر على خطة ترويد أسود التيرانجة والمنتخب يتدرب في دكار والمصر اليوم قالت صلاح يعد لعب مصر بمفاجأة لتحفيزهم على التأهل للمنديال وأنه كيروش هاي شخص أخوان لا إيه واضح يعني الحقيقة قال يوسوسي كمان المدير الفني لمنتخب السنغال كان أول ما وصل قال لهم حاجة هو الرجل اندهش وانبهر من اللي شافه في أستاذ القاهرة فرح قال لهم اتعلموا من الشمال الأفريقي اتعلموا من الجمهور المتعصب حتى قالها كده وقال يا جماعة دي مباراة مش بتاعة البدلة والكرفاط اللي عايز فيكم يجي ساند يلبس التيشرت بتاع منتخب السنغال وييجي شجعنا وييجي ساندنا زي ما أنا شفت في مصر المصرين كلهم لابسين علم بلدهم وفنلت بلدهم فعلا سحرنا الناس سحرنا الناس بس أنا عادة تقق بسرعة كذا كان عندي نص دقيقة يعني الكابتن وليد صلاح الدين دائما ينظر إلى نصف الكوب الملئان ده تصريحه ومسوط قوي بفكرة ان احنا راحين كسبانين وهم راحين خسرانين فهم عندهم ضغط لكن احنا لازم يعدينا هدف وتنظيم وان الجانب البدني اللي قد يبدو لصالحهم نعوضه بالروح القتلية اللي عايزة كل لعيب يستنسخ من نفسه واحد تاني ان شاء الله ان شاء الله هنشوف كل لعبتنا عند مستوى الحدث هنشوفهم أبطال بجد في دكار بكرة سبع مساء عشان بعديها بإذن الله تعالى يا رب نحتفل ونفرح ونروح كاس العالم بإذن الله تعالى دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله تصبعوا على خير وبإذن الله النصر المصر كلام بجد شد وجزد خد وهات وهات واخد بص شوت عد الفوت لأ ملعوبة حيلو عمور ما تخافش على الأهل